نتبق في البرلمان عن الجبهة الشعبية القيادية في الطيارة الشعبية الناشطة أيضا في المجال الحقوقي والمدني الأستاذة مباركة عوينية لبرهمي مدام مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعم نحكي على عديد الملفات مستجدات ملف الشهدين شكري بالعيد ومحمد لبرهمي أيضا موقفك مما يجري سياسيا اليوم في تونس والطيارة الشعبية من الأحزاب التي ساندت حركة 25 جوليا 21 من الأحزاب التي تساند الرئيس قيس سعيد وانت كان عندك لقاء معه وعديد التصريحات في علاقة بهذا اللقاء وبموقفك من الرئيس قيس سعيد لكن البداية بما قالوا قبل يومين رئيس الجمهورية قيس سعيد حينما تحدث عن قاضي قال وأنه أخفى ملفات وحقاق متعلقة بقضية الشهدين محمد لبرهمي وشكري بالعيد كيفاش قبلت هذا التصريح وما الجديد في علاقة بهذا الملف مدام باركة نعم أولا شكرا على الاستضافة واثنين في علاقة بتصريح رئيس قيس سعيد حول أنه قاضي أخفى وثائق أو أخفى ملفات أو هدايا احنا كنا نقول فيه من سنوات وكانت تقوله هيئة الدفاع وهيئة الدفاع قدمت عدة شيكيات ضد القاضي بشير العكرمي والتهمات بإخفاء وثائق وبإخفاء أيضا أدلة أو شاهدات شهود أو أقراس مضغوطة أو حتى جهاز حسوب لأحد المتهمين الرئيسيين اللي هو عبد الرؤوف الطالبي كل هذه الأشياء اختفت فجأة يعني تمت سرقتها ناهيك عن كونه هيئة الدفاع تتحدث عن حوالي ستة آلاف ملف في قضايا إرهابية تعمد القاضي بشير العكرمي إخفاءها هو بالتأكيد بشير العكرمي هو داخل أرواقة المحكمة هو قائد هذه الجوقة هذه جوقة التلاعب بمالفات الشهداء وإخفاء الأدلة وغير ذلك لكن هو بالضرورة أكيد معاه ناس أخرين يساعدوا فيه مساعدين سواء قضاة أو كتبت محاكم أو أعوان أو كذا يعني تم شبكة كاملة اشتغلت على إخفاء هذه الحقيقة الرئيس قيس السعيد مش جابها من راسو إنما هي جات نتيجة لتحقيقات وبعد حتى إنه القضاء أنصف إلى حد ما مش محمد براهمي وبقيت الشهداء وإنما أنصف هيئة الدفاع على الأقل لما توجه الاتهام لبشير العكرمي بأنه يخفي وثائق وتم يعني إيقافه عن العمل وإحالته على النيابة العمولية أن يثار هذه المرة الموضوع على لسان رئيس الدولة نجم نعتبره دفع جديد في علاقة بالملف مدام باركة؟ هذا نعتبره وفاء بتعهداته بأنه سيفتح كل الملفات رئيس الدولة يقول أنا سأفتح كل الملفات التي تتعلق بالفساد ونحن نعرف الشبكة العنب الكابوتية التي تتعلق أيضا بدماء الأبرياء التي سفكت غدرا وظلما وراهو الرئيس قيس سعيد لما يقول ذلك هذا من واجبه أن يقوله كرئيس دولة قالوه رؤساء سابقين جستمول يعني في عقد سابق الرئيس المرحوم الباجي قيس سبسي كان تعهد بكشف الحقيقة وأنصاف عائلات الشهداء والانتصار لحقيقة حقيقة وجرح كبير في تاريخ تونس متعلق باغتيال الشهدين محمد البرامي وشكري بالعيد لكنه للأسف لم يفي بهذا العهد عندكم اعتقاد راسخ وأن قيس سعيد سيكون على العهد في علاقة بهذا الملف عندكم ثقة في الرئيس قيس سعيد في أن يكون مختلف عن الباجي قيس سبسي رحمه الله أنا عندي ثقة فإنه سيكون وفي لتعاهداته حيالة تونس لأنه رئيس يتصدى بهذه الجرأة والتدابير التي اتخذها في 25 جوليا ثم في سبتمبر ثم ما تعلق عن 22 سبتمبر والإجراءات الاستثنائية ما كانش رئيسي نجم يعملها يعني هو حب تروحه على كفه ليلة 25 جوليا ووقت اللي يسكر البرلمان على رئيسه وعلى النواب البرة ويصيحوا البرة وشادين الباب يخضوا فيه يعني ما كانش واحد يتصور هذا المشهد ناس متورطين في الفساد معناها يتم توا التقاطهم تباعا لا أعتقد أنه بش تكبر في عينه الذين يرعون الإرهاب أو الذين يحمون الإرهاب لأن الإشكال راهي الإشكال وقلناها سابقا أنه ما هوش فيه اللي أطلق النار على الشهداء الإشكال فيه من وظفهم لهذه المهمة وما الغرض من ذلك وهذا اللي يلزم يتصدى له رئيس قيس عيد للشهيد محمد البرهمي بماذا تطالبون الآن؟ شنية انتظاراتكم؟ هل تعتبروا أنه آن الأوان لمحاسبة ومحاكمة كل من تورط في هذا الملف؟ أم أنه الملف قد يبقى دائما في دائرة التجاذبات السياسية لغير؟ لا إحنا نطالب بأنه يخرج من دائرة التجاذبات السياسية هذا يا ملف ليس للميكماك متاع السياسي ليس للبيع والشراء وليس حتى الحقيقة راهي ليست للنقاش المفروض استقلالية القضاء أيضا ليست للنقاش نحن نطالب ومثل ما نطالب بكشف حقيقة اغتيال محمد البرهمي نطالب بكشف حقيقة اغتيال شكري بالعيد وبكشف حقيقة الاغتيالات الأخرى اللي صارت خاطر مش كان محمد البرهمي شكري بالعيد ولطفي نقض وغير ذلك ثم اليوم مئات من الذين تم اغتيالهم وما تماش حديث على كشف حقيقة الاغتيالات المؤسسة الأمنية والأسفل المؤسسة العسكرية والعديد من المدنيين من سكان الأرياف اللي تم قص روسهم واللي تم معناها تفجرت فيهم ألغام وغير ذلك اكتفوا بدفن شهدائهم وانتهى الأمر هذه يا راهي بهذلة كبيرة صارت في الشعب التونسي ويجب ان يفكك هذا الملف ودم محمد البرهمي هو قطرة من بحر من الدماء سفكت غدرا في تونس هل تطالبون بمحاكمة القاضي اللي احكى عليها الرئيس قيس سعيد قال اخفى ملفات في هذه القضية ما لم تطالبوا بمكافأته هذا اخفى ملفات متاع قتل ناس أبرياء يجب ان المسألة ماش في قاضي بالنسبة لكم يجب محاكمة بشير العكر طبعا يجب محاكمته بما أذنب يذب محاكمته بجرمه هل صحيح فما تحقيقات انطلقت مع عدد من الشخصيات السياسية اللي قد تكون على علاقة بما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة لانتما تعتبروا أنه تورط في اختيال الشهدين شكري بالعيد ومحمد البرهم والله هو انا كيفكم احيانا نشوف حاجة على الفيسبوك ولكن لا اعتقد اذا ما طلعش خبر رسمي من الاجهزة الامنية ومن الاجهزة القضائية لا نستطيع ان نعتد بهذه الاشعاعات طيب انباركا عويني البرهمي برمزيتك زوجة وارملة الشهيد محمد البرهمي برمزيتك ايضا السياسية والحقوقية في تونس بشكل عام انك تنخرط في دعم الرئيس قيس سعيد اليوم خاصة بعد 25 جولي 2021 هذا الموقف منك موقف حزبك ايضا التيار الشعبي كان اثار الكثير من الجدل في ظل وضع سياسي ملتبس بين من يرى فيما حصل هو تصحيح مصار هو خطوة ضرورية لوضع النقاط على الحروف لاعادة زخم الثورة التونسية وبين من يرى فيما حصل انقلاب على الدستور وانقلاب على المصار الديمقراطي شو ريخليك تدعم قيس سعيد اليوم انتي وحزبك احنا محناش دعمين قيس سعيد كشخص قيس سعيد احنا دعمنا مؤسسة رئاسة الدولة سواء كان على رأسها قيس سعيد ولا على رأسها اي شخص ثاني واحنا دعمنا قبل ما يخرج قيس سعيد بخطابه والاعلان عن اجراءاته كنا نحن في الاعلام وانا ساعتا كنت في قناة الميادين ودعوت الشباب الى الالتحاق بهذا الحراك والناس للالتحاق بهذا الحراك وهذا الحراك كما تعلمون كان حراك تلقائي وغير حزبي الى درجة اني في مدخلتي في قناة الميادين تهجمت حتى على الاحزاب ربما لانا ننتمي لها قلت يا اخي انتم اذا كان حراك ما كمش انتم تقودوا فيه ما تمشوش فيه والحال انه شباب هذه الاحزاب حتى قبل ما تعلن الاحزاب في بيانات عن تأييدها لـ 25 جويلة كان الشباب سباقا الى الشارع كما عاهدنا حراك 25 جويلة الشعبي ادانا بوضوح حركة النهضة والدليل على ذلك انه مشالي احراق مقراتها وانا نقول ربما لو لا تدخل الرئيس قيس سعيد بتلك الاجراءات ربما كانت سيحصل ما لا يحمد عقباه لان النار بدأت تاكل في مقرات الاحزاب قد ترد بعض الاحزاب شعب ادان حركة النهضة سيتم اراقة الدماء لقدر الله ربما كان سيتم اراقة الدماء او ربما سيقع تبادل المحارق حركة لمقرنا حركة لمقرك وتدخل البلاد في دوامة من العنف جميعنا يعرف ربما حتى من الداعمين للتركيبة السابقة للبرلمان وللحكومة السابقة يعلم انه البلاد غرقت في فساد ما كانش موجة ولكن كان خيار ما كانش طلعة وماشية كان خيار الفساد الاقتصادي الفساد في المجتمع حتى الفساد الاخلاقي وانهيار القيمة الاخلاقية وتشوفوا كيف تحولت العلاقات بين الاسرة وبين عناصر المجتمع كيف استفحلت الجريمة كيف انتشر القتل يقتل امه يقتصب جده يبراك يخوه الى غير ذلك اصبح علاش لانه كان المشهد السياسي وحتى الاعلامي ابدأ اذن بعض الاعلاميين الشرفاء حتى المشهد الاعلامي كان يرسخ في هذا الفساد اصبح يخيي لزام انه جي حد يقول ستوب لهذه المهزلة المجلة التأسيسي رسخ وضعية وهو انه ما استطاع ان يصل اليه من هيئات دستورية ومن دستور وغير ذلك كان في خدمة يعني الاغلبية جاء بعد برلمان 2014 2019 ايضا ما شرع فيه من قانون من قوانين كان لمصلحة الاغلبية وكان لمصلحة خاصة المال الفاسد الذي تشابك مع السلطة واصبح المال الفاسد هو الذي يتحكم في القرار السياسي طيب 25 جوليا شنوه غير في مسارنا السياسي مبارك عوينيا بالنسبة لك حسب قراءتك حسب موقفك لا انا هو نجم نجاوبك جواب معاكس ولكن تورد عليك 25 جوليا اجاب و23 اكتوبر 2011 شنوه جابت اللي بقات 10 سنين شنوه جابت تحاسب واحد على عنده 4 شهور ولا 3 شهور ولا تتوقف عن محاسبة اللي مسك بالبلاد طيلة هذه السنوات اما اللي عمله 25 جوليا انه وقف هذا الانهيار البلاد في انهيار في يعني تمشي بسرعة رهيبة الى الهاوية الفساد ما تماشي شكوني وقفهم رجال الاعمال اللي هربوا فلوس البلاد البرة والفساد الذي استشرف الادارة وفي مؤسسات السيادة في الدولة المؤسسة الامنية اللي استشرف هالفساد منجم حتى واحد من الحكومات المتعاقبة ومن وزراء الداخلية المتعاقبين ومن الرؤساء المتعاقبين ان يقول ستوب توجههم قيس سعيد وكبح فرامل هذا الفساد وقال ناقفوا لهنا ولنراجع ما حدث ولنحاسب كل اللي وصل لبلاد الى هذا المرحلة وكأنك بصدد منح السك على بياض لقيس سعيد ولمصار ما بعد 25 جويل 2021 اللي حولوا انقسام شأنها ما بين مبارك عويني كل شي حول انقسام هو العشرة سنين زاد قسمة المجتمع اللي فات عشرة سنين من حكم الخوانجية قسم المجتمع وحتى الناس اللي مأيدين الخوانجية يقولوا ورانا في فقر ورانا في هم ورانا فترة بن علي خير وانا لا من مجدش فترة بن علي ابدا ولكن ايضا ما راه مثلا ماش حاجة ازالية اذا هم تمسكوا بالعشرة سنين هذوما واشحقوا فيهم العشرة سنين شنو اللي خلينا نبكوا على الفترة هذيك قولك عملنا يكون دستور اللي هو مكسب للاجئة القادمة عملتو عملنا ثلاثة والاربعة انتخابات ديمقراطية صحيح العملية ديمقراطية تتشكل حتى وان كانت متعثرة الديمقراطية كانت تتقدم لكن قيس عيد بـ 25 جول يوضع حدا لهذا المسار الديمقراطي حسب رأيهم طبعا حسب رأيهم وانحنا ارى الناس نحترموهم هذه حاجة تخصهم ولكن سيكشف واليوم تقارير دائرة المحاسبات اكشف ان عديد من القائمات ممولة باموال مشبوهة وستفتح الملفات وتو يعرفوها الديمقراطية المشرية بالفلوس والصندوق المشرية بالفلوس حقيقة هذه الانتخابات وحقيقة هذه الديمقراطية ما تماش حتى حاجة وانا ممكن حتى انصار الفترة السابقة تخليهم تخليهم معناها يبكوا على تلك الفترة الا اذا كان يؤلمهم السيرك اللي كانوا يتفرجوا فيه في البرلمان وتلويح بالبونية وكل المفردات والكلمات الغير اخلاقية والحركات اللي غير اخلاقية التي كانت تصدر في البرلمان ولا اعتقد انه اي شريف في تونس يعنيها سيتأسف على هذا المشهد اليوم نحن لا نباش نتحدث على برلمان جاي ولا نباش نتحدث على احنا اليوم بصدد طرح مسئلة المحاسبة اللي بدا فيها الرئيس قيس سعيد وقال ستفتح الملفات نوقفوا لهنا يعني بالنسبة لك ما تماش عودة للدستور وعودة للانتخابات وعودة لمسار ديمقراطي دون المحاسمة دون تصفية وتسوية كل الملفات طبعا ثم تركة ثقيلة يعني ما لعلاج جات خمسة وعشرين جويلة يعني اذا جات خمسة وعشرين جويلة بشي تعمل مشهد جديد على مقاس فلان او علان على مقاس الرئيس قيس سعيد او على مقاس غيره هذا مرفوض خمسة وعشرين جويلة جت باش كان سيل معناها جارف من الفساد اوصل الشعب التونسي الى قعر الهاوية اليوم خمسة وعشرين جويلة يجب ان تحقق اهدافها واهداف خمسة وعشرين جويلة يقبل كل شي هي فتح الملفات عن زوز اجراءات احنا في الطيار الشعبي نشدد عليهم انه القيام كما كانت عنده الشجاعة لاتخاذ العديد من الاجراءات السياسية يجب ان تتوفر لديه ولدى اليوم حكومة كاملة تتوفر لديها الشجاعة والجرأة والصرامة ان تتخذ اجراءات اقتصادية اليوم تنعش حال المواطن التونسي وترجع فيه نفس لانه المواطن التونسي مكتوم عليه الانفاسه بالغلاء وبالبطالة وبالاحتكار واليوم الزيت ما تماش والدواء ما تماش والبطاطا ما تماش وحتى السميد في الارياف ما تماش والاعلاف للمواشي ما تماش والاسمدة الكيميائية ما تماش وغلاء كبير في الماء والظو والمياه المعدنية واليوم المحتكرين يتلعبوا بهذه المسائل بهذه المتطلبات المعيشية للمواطن التونسي رغبة في انه يرجعوا التالي او يضغطوا على الحكومة الجديدة ولا على مؤسسة الرئاسة طيب هذا في مقام اول ماذا عن المقام الثاني؟ المقام الثاني هو المحاسب المقام لو الاجراءات اقتصادية عاجلة محاسبت من مدام بارك محاسبت من من يحاسب من ثم ملفات ثم قضاء اليوم اليوم ثم قضاء واليوم مكينة الخوانجية اللي كانت جاث مع القضاء بداية ترتفع شيئا فشيئا من ادانة بشير العكر ما في علاقة بالارهاب وادانة الطيب راشد في حمايته لرؤوس الاموال لاصحاب رؤوس الاموال الفاسدين هنا يفترض انه القضاء الشرفاء والمفروض انه كل القضاء الشرفاء انهم يلتقطوا اللحظة والملفات اللي مكدسة عندهم اللي مخبيينها هما في ادراجهم داخل المحاكم المفروض ان تفتح والمفروض ان وزيرة العدل تدفع في هذا الاتجاه وكل الحكومة واجهزة الدولة تدفع في هذا الاتجاه حتى ترفع شوية ايادي اللصوص وايادي الصراق على مقدرات الشعب التونسي يعني المحاسبة واجراءات اقتصادية دي عاجلة الحوار عفوا مش نرجع لعلى نقطة الحوار انبارك عوينية رؤيتكم في علاقة بالحل السياسي حوار وطني حوار مع الشباب حوار دون النهضة ام مع النهضة نقاط استفهم عديدة تطرح وخاصة في علاقة بموقع الاتحاد في هذا الحوار انتم طبعا لكن في تصريح علي مليك كنت صرحت وقلت انه قيس السعيد قال لي يشرفني ان اكون شهيدا في سبيل تونس سنبارك عوينية تخشى على حياة الرئيس قيس السعيد بعد هذه الجرأة السياسية اللي مشاه فيها في محاربة الفساد ومنظومة الفاسدين من خلال حركة 25 جويلية هو الحقيقة ذاك القول كان فيه لقاء معه وانه يشرفه ان يكون مشروع شهيد لاني انا نعرف شنو معناها شهيد ونعرف شنو معناها استهداف شنو معناها قتل وشنو معناها معناها السفك دماء والغدر انا نتمنى له السلامة احنا حاجتنا بقيس السعيد حيرزق ويحقق الاهداف التي سطرها الشباب المنتفض في تونس والتي اوكل لنفسه مهمة تنفيذها فمش كوني هدد حياة الرئيس قيس سعيد اليوم؟ بالتأكيد انا ما عنديش معلومة بصراحة يعني ما عنديش معلومة ولكن كل اللي حاربهم قيس سعيد مش من مصلحتهم انه يبقى ولكن انا عندي ثيقة بالله انه سيبقى يعني العمار بيد ربي وان شاء الله يبقى هو وغيره واحنا ما نتمنوش معناها القتل لأي حد والشهادة باهية ولكن لا نتمنى عنها الأذى لأي واحد وان شاء الله ربي يطول في عمار الناس كل اللي اذنب يحاسب بجريرته والناس الوطنيين ان شاء الله تفتح لهم امكانيات معناها وفرص العمل من أجل تونس طيب في علاقة بالمستقبل في علاقة بخارطة سياسية القادمة الطيارة الشعبي اليوم كيفاش يشوف سبل الحل السياسي لتجاوز هذا الوضع الاستثنائي لعودة لمسار ديمقراطي طبيعي في المرحلة القادمة رئيس الجمهورية يؤكد على حوار مع الشعب التونسي مع الشباب ما فهم من هذه التصريحات وان الرئيس ضد الأحزاب الرئيس ضد فكرة تشريك المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية على شكلة الحوار الوطني في 2013 طيارة الشعبي عفوا اين هو من هذا المسار والله هو راهو لما رئيس قيسعيد يقول تشريك الشباب وتشريك الشعب التونسي بفئاته وبقطاعاته الناس يتفجعوا من الكلمة هذه لانه معلش تعودوا انه طاولة مستديرة هكا ويجلسوا جمع جمعة الكرفاتات وكذا وكل واحد يجيب معاه مساعد معناه يكتب له هذه أسليب شباب تونس ضربها على القفاء زي ما تمشي الأسليب ذي هذا لا يعني انه واختش قيل ساعي قيسعيد اني ضد الأحزاب عمرو ما صرح انه ضد الأحزاب هو قال انا مع الشعب التونسي ومع شباب تونس لكن عنده قراءة معينة في علاقة بالأحزاب والمشهد الحزبي يعتبروا انه عصر الأحزاب سينتهي مدام بلت عبر عليه في تصريحات عالمية ما هو شوف ولهذا هو ما اسس حزب وهو يقود حركة مواطنية هذا يا سي محمد عصر الأحزاب سينتهي هذا يتحدثوا عليه عديد من المفكرين يعني ما هوش جديد لما قالوا قيسسعيد ثم العديد من السياسيين والمفكرين ويقولوا انه عصر الأحزاب سينتهي يبقى ينتهي غدوة لبعض غدوة ليس هذا الحديد اللي عنده حزب ما هوش بش ينهيه لانه رئيس الدولة يحب ينهي الأحزاب ولانه فولان احنا عنا حزبنا ما نسلموش فيه والأكيد كل اللي عندهم أحزاب ما ومش بش يتخلوا عزابهم بهذه الطريقة ولكن اليوم أنا نحكي لك في تونس أصبحت الأحزاب مدانة بصراحة يعني الشعب التونسي الفترة اللي عاشها لعشرة سنين كرهاته في روحه يجوه ساعات بعض الشباب اللي ما نحكيش على الضباب الأزرق والرمادي هذيك حاجة أخرى أما ساعات يجي بعض الأحزاب الشباب واعي ومتنور يقول لك احنا كان هنا الأحزاب يلقوا سياسي يقولوا يخويا كرهناكم انتم لأنه مش قدمت لهم الأحزاب طيلة العشرة سنين هذي أحزاب السلطة من قدمت لهم حتى شي بل بالعكس نكدت لهم عيشتهم وأحزاب المعارضة كانت من الضعف ومن التفرق أو من الفرقة عفوا بحيث انها ما خدرتش تعمل حتى شي نحنا حزب ما ناش في السلطة ولكن نحنا حزب عنا وجهة نظر سياسية نعبروا عليها في وسائل الإعلام كما تتاح هذه الفرصة في الإعلام المكتوب في كل فرص تتاح لنا ولكن احنا مش لأننا مناش مشاركين باش نقولوا لا لهذه التجربة كنا ضد تلك التجربة لأنها كانت تجربة مدمرة للشعب التونسي مناش مش نحكو على تجربة ذاتية احنا سواء لعائلة شهيد محمد براهمي أو لحزبه خطر حاجة أخرى أما كانت تجربة مدمرة للشعب التونسي ما تعديناش احنا تبزع الدم وقت الاستعمار من كان يصدق أنه بعد فورة باش تجي سلطة الدور على معارضيها تصفيهم بالكرتوش قدام ديارهم أو باش تجي سلطة تحمي معناها المتطرفين والوهابيين الحوار الوطني مش ضرورة وطنية اليوم مبارك عوينية لتجاوز هذا الوضع الملتبس نوردين طابوبيا من عام اتحاد شغل اليوم في تصريح لي لجريد صباح يقول نطالب الرئيس بتوضيح الرؤية وتسقيف التدابير الاستثنائية مش فقط المعارضيين لـ 25 جويلية متقلقين منشغلين للوضع الضبابي الحالي حتى المنظمات الوطنية الكبيرة كما اتحاد شغل الي ساند حركة 25 جويلية اليوم متقلق كل الاحترام للاتحاد العام التونسي للشغل طبعا ولكن الحديث على الطاولة والكريسي هذي اجلوه شوي لو سواحد الشعب التونسي مش مزروب على الطاولات المستديرة وعلى تايب البندق ما احناش مزروبين عليه قبل الجماعة متعاودين بتشكيل الحكومات يبدو ماشين جايين على قصر الضيافة تفتحوا لهم الأبواب يرتب البدلة وربطة العنق ويدخلوا معاسي الفخفاخ او من اللي قبله واللي فشل في تشكيل الحكومة وتعودوا هالقعدات وهو يجا معايا والجلسات في التراكن ويجا توا نعطيك هذية مقابل انك تعمل لي هذا هذية صفحة طوها يلزم يطوها يلزم حتى الأحزاب والمنظمات ما عاش تفكر بهذه الطريق هون شعب التونسي اعطاه كلمته معاديش المنظمات عندها عندها دورها اتحاد العام التونسي الشغر عنده دوره الكبير والجليل في البلاد اللي هو بالأساس الدفاع على على المنظوريه على العمال يعني بالنسبة لك الطبوبي بهذا تصريح يتدخل فيما لا يعنيه لما يدعو لتوضيح الرؤية وتسقيف التدبيع الاستثنائية لا 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 انا لا اقول ذلك يعني به التسقيف والواحد هو معناها كأني به يقول كلمتنا بالدرجة ما تربطش في المحلول يا سيد الرئيس هذا حتى احنا نقوله السيد قيسس عيد التيار الشعب يقولك ما تربطش في المحلول ولكن زاد السيد الرئيس الحوار الوطني روهزنا في هاوي ما تتفكر الحوار الوطني اللي صار بعد الاغتيلات السياسية كأنه لما اجمع اللي عليه شوية غبر انفضهم غطسوا رواحهم في الجفال وطلعوا الناس كل وطنيين وابرياء وكأنه لا ثم ناس تقتلت ولا ثم ارهاب ولا ثم حتى شيء وصارت معناها جلسات في الخارج وتحالفات مسبقة بين حركة النهضة ونداء تونس في اللقاء الشهير بين راشد الغنوشي والبنج لقايد السبسي في باريس وبدو وتركبة التركيبة والاحزاب الصغيرة الموالية أعطوها أولاد وكاتب دولة ومعتمد يعني وخرجت الناس كل راغية لو يتم حوار وطني في الفترة القادمة بارك عوينية تشارك فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وتدعى له حركة النهضة الطير الشعبي معني بهكذا حوار؟ نعم وشو نقولك لأنه نحن طارحين المحاسبة قبل الحوار الوطني ساعتها ووقت اللي تتفض الملفات العالقة سواء المتعلقة بالأمن القومي للبلاد ولا المتعلقة بقوت التوانس اللي لعبوا بها طيلة هالعشرية هذية ساعتها تفتح الملفات واللي ما يدنوش القضاء حسب رأيي معناها من حقه أنه شارك الحوار الوطني مرتقب سؤالي واضح من الناحية السياسية في تقدير الموقف السياسي بالنسبة لطير الشعبي هل النهضة سأعود لي سؤال هل النهضة عندها موطق قدم ما كان في أي حوار وطني مرتقب بالنسبة لكم بالنسبة لنا لا ما عنداش حتى بلاصة حركة النهضة لأن هي المسؤولة كانت المسؤولة على كل هذه الحقبة السوداء اللي مرت عليها تونس هي المسؤولة على كل الفشل على كل الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية على هذا المشهد السياسي اللي يضاربوا فيه بالبونية ورشقوا فيه الفلوس على النساء في داخل البرلمان وعلى الوضع الأمني الكل في البلاد أعتقد أنه لا مكان لها ونزيد حتى بعض عناصر حركة النهضة اليوم اللي مشكلين حزب جديد هايني نقول لهم مانية وتلعبوا هكا مانية إحنا صبيان لهذا الدرجة صغار عبطيف المكي عبطيف المكي ومن معه انت في حركة النهضة ومن مؤسسين النهضة عبطيف المكي من سقور النهضة هتوا انتم معناها بيش تولوا تخرجوا شنو يحبوا يلعبوا براس واحد يعني يضحوا بواحد معناها الطفل عمره أربع سنين ما يقبل هل تتوقع أنه رئيس الجمهورية سيمضي قدما في محاسبة قيادات حركة النهضة على رأسهم رشد الغنوشي إلى حد الآن اللي البعض يقول لك الغنوشي على رس وريش ما ينجم يمسوا حد إلى حد الآن التصريحات اللي يعطاها قيس سعيد التي أدلى بها تقول أنه سيحاسب كل المتورطين يقول هو كل المتورطين بلا استثناء وعنده تلك الحركة الشهيرة اللي قال سنلاحقهم فردا فردا إلى غير ذلك أنا يعني أثق في هذه التصريحات وأنا أثق ثقة كبيرة في صدق الرئيس قيس سعيد وأنا جلست معاه وأنا مانيش صغيرة أنا نعرف الإنسان اللي يحكي بصدق ومن قلبه والإنسان اللي يحكي بوجهين إلى حدود هذه تصريحات هذه نحن نقفه معه وندعمه نهار تلي قيس سعيد يقول سنحاسب باستثناء وفلان عليه ريشة وعلان عليه ريشة يجب محاسبة الغنوشي وقيادة النهضة أنا نقول يجب أنه ما يبقى حتى حد خارج المسائلة ما ثماش ريشة على رأس حتى واحد حتى واحد بمن فيهم نحن إذا ثم أي وجه يلقوا عند الطيار الشعبي وقيادات الطيار الشعبي علاقة بالفساد المالي بالإرهاب بأي كان أراه لن نستثنى بل سندفع في هذا الاتجاه مبارك عويني الإبراهمي شكرا لك على حضورك معنا القيادية في حزب الطيار الشعبي شكرا على كل هذه الفاتات والتوضيحات